الكابتين هو معنى واحد. انت فعلا هو شايفك باللي انت فعلا انت فيه. انت ملك السيوف. انت الشخص الحكيم اللي بياخد قرار او يبتدي علاقة بيبتدي فيها صح. مش اي كلام. مش اللي هو انا هدخل معك في علاقة نلعب. لا لا لا. داخل قصدي خير او داخل قصدي خير او داخل قصدي خير انا مشاعري حيائي. هو شايف انت مشاعرك حيائي. وتستحق الثقة. هي تقريبا علاقة جديدة. انت با كمان شايفه شايفه انت شايفه عرض. انت كل تفكيرك في الوقت. انا فكرة برج الطور برج بيفكر جدا بالمستوى العلاقة. يعني ده معنى ده العلاقة دي اتروح فين بعد كده. انت كمان شايف ان هو شخص حقاني جدا. هو شخص صادق. صادق وعرضه صادق. لو هو اللي عرض عليك الحب فعرضه صادق. وشخص جميل جدا وهو اللي يحقق لي السعادة اللي انا عايزها. هو اللي يحقق لي السعادة اللي انا عايزها. طيب. هو ايه الخطوة اللي هيخدها. لو هو شخصا اللي لسه معبرش عن حبه. او شخص عبر عن حبه ولكن مش عارفين هل ممكن عايز يوصل العلاقة دي لمستوى تاني مثلا. ولا لا. فهو عايز يستقر. هو فعلا. مكرر انه خلاص هو اول هو فاس بيك. خلاص هو ده ما شعروه. هو حاسس بانه عارف لما لما تكون لقيت حاجة كنت بدور عليها بقلك فترة وقلت خلاص هي دي. انه هو مش هدورتاني هو مش هدورتاني هو لقيته مش هدورتاني خلاص. ودلوقتي يقدر ان هو يبتاخل بان هو لقى احد زيك انت 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 ال king of plant ولو هو شخص كان بيروخ ويجي روخ ويجي روخ ويجي روخ ويجي روخ ويجي فهو هيستقر عليك خلاص. وخاد القرار والحكمة السليمة. اه سوري هو الكرت دا ما كانش هنا اصنطها. فهو مقرر يستقر بقى وياخد العلاقة دي لحاجة جديدة ومقرر ان هو يبص القدام بقى ويشوف هيعمل ايه في العلاقة دي وهياخدها الفين بعد كده لان انت كمان يا برج التور انت كمان مقرر تكمل السعادة دي وفرحان جدا بالعلاقة دي ان انت ساعد جدا بالعلاقة دي جدا ومشاعرك مكتملة انت حسس بان انت انتو الانتنين حاسين بنفس الاحساس احساسك كلها متناسقة مع بعض فهو شايف ان هو استقر وانت شايف ان انت خلاص انا مش محتاج هانا تماما انا كملت اللي انا عايزه وقعده وبس خلاص شكرا اقول لك قفل يا ابن الكمين وتعلى الروحان فانت يا برج التور اه خلاص استقر دي ومبسوط من الاخر مبسوط في العلاقة دي جدا شايف ان هي دي العلاقة الكاملة اللي هتحقلك السعادة طوال الحياة جدا هوا شايف العلاقة دي ازاي شايفها الاعلاقة الابدية انتو مربوطين مع بعض شايف ان انتو الاتنين قدر بعض انتو العلاقة بتعمل مع برج الجدي او برج هواقي او ممكن يكون برج ترابي زيك وممكن يكون برج مائي او ممكن يكون برج برج الجوزاء اوكي وبرج هواقي برضو زهر لنا هنا وترابي تاني زهر لنا ترابيين كتير اوكي اه فشايف ان انت دمشي الشيطان ولكن في رابطة ما بينكم في رابطة ما بينكم عشان برضو ايه ايه انا هاخدهم بس احطهم على جنب كده ونشوف برج التور اعتقد ان هو كرت مش وحش في الحالة يعني مش اكيد مش قصو شرير لان انت انت شايفه السوميت بتاعك شايفه انو الحبه كله والعصافير حواليكم والحيام زلزاء خالص برج التور ولو انت معجب بحد ودي علاقة اعجاب فهو كمان معجب فيك اه مش بقولك ايه دي العلاقة المثالية ايه وتتعامل مع حد بور جمائي برضو ايه ان هو ده شخص اللي انا هقدم له العرض لو هي اعجاب فشخص ده معجب بيك وهيجيلك هيلك يقولك بقى ان انت الانت الانت الانه هرتبط به خلاص وده مربوط بسلاسة مش هنصيب بعض ابدا يا عمري هنبضل مربوطين في بعض كده وانا هقدم لك عرضي قرائب لو هو شخص معجب بيك انت كمان شايفه حاجة حلو اول انتو اللي في مشاعركوا واحدة على فكرة يعني انت شايفه انو هو السوميت بتاعك والشخص الجميل بتاعك والشخص المثالي واللي شبهك واللي بيديك نفس الحب المتعفق منك واعتقد ان ايه ده مولتلكو ايه علاقة حب هتنتقل بعد كده الحاجة تانية ومشاعركوا واحدة هو ايه علاقة في الاول خالص تبه النصيحة ايه؟ النصيحة يا برج الطور ان انت تساير العلاقة بقى يعني ايها ساير العلاقة؟ يعني تمشي بقى مع الطيار هقولك ازاي دلوقت انتفسرها برضو هعتقد ان ممكن تكون انت قلقان شوية مثلا؟ ممكن تكون قلقان شوية منه؟ او قلقان قوي من مشاعره مثلا؟ فخايف شوية بتاخد احتياطة وطأ؟ او ممكن يكون في قلم من الماضي؟ اوه يا برج الطور انت هتتجاوز الكارت بيقول لك امشي بقى بالعلاقة قدام عشان انت في الاخرى يبقى فيه سعادة ما بينكو ده شخص المقدر ليك يا برج الطور ده السلمي بتاعك انا بقول لك كركلها كركلها زي بعض اهي اه يعني النصيحة بتاعتك يلا بقى شوية بقى الالام الماضي لو هي علاقة وانتم متخصمين ورجعتوا مع بعض لان بصوا اهي فيه تواصل يا اما فيه تواصل الرجع تاني لو علاقة قديمة وكنتم متخصمين ورجعتوا تاني دي مشاعر بتتجدد بقى اللي هما احنا سايدين بعض بقى النا فترة فلو انت خايف منه ولسه شايل من اللي حصل زمان في العلاقة في الاول فما تخافش هو بيحبك اوي اوي وشايفك حاجة كبيرة اوي 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 بس سيبك بس بيقلتك بيقولك شيل بقى الام الماضي يدير كنا على جم عشان دي العلاقة بتاعتك الحلوة في حاجات حلوة جاية لك يا بركوبتور شيل بقى الام الماضي دي ارميها بقى ارميها والدق من جديد ولو هي علاقة جديدة شيل المخاوف لو انت خايف منه او خايف من اندفاعه شوية لو هو مندفع او بيجيلك بعرض كده وحاسس انه مندفع عليك شوية ما تخافش هو بيحبك وانيته سليم يا بركوبتور كراءة جميلة اوي اه كراءات الابراك الترابية جميلة عجباني انا شخصية تعيب نشوف بقى اه نكمع دول على بعد كده ونشوف اه اه طبعا دي كراءة لذيذة لكن فيه اكيد الجانب الاخر من برج التور وهو الجانب مش الاسوأ بقى اللي هم الناس اللي متخصمين مع بعض ما تحب اعمل الورق كده عشان ما اجا فرط اتفق لا ايه الناس اللي متخصمة او بقى لهم سانا ما يعرفوش عن بعض حاجة او بعيدنا عن بعض او بطون المتخصمين هجينا نشوف شعره ايه ونيته انتجاهنا ايه اه ده تعبان قوي يعني يحيطه مخاوف يعني اه محبوس جوه الزكريات واللي حصل بينكو والفراء وطريقة الفراء وطريقة البعد اه وممكن يكون اه تعبان وعايز يرجع ومش عارف اه ممكن يكون خايف يقدم رجل واخر رجل وعايز ايه عايز يدي للعلاقة دي فرصتان عايز يرجع يا بربطور ونفسه انه يقدم عرض تاني وشايف كنت الشخص المناسب او اكتشف بعض الفراء وبيلون نفسه على طول بانه سابقا ده شخص بيلون نفسه اه على طول يقول انا السبب انا العلاقة دي بضيب بسببي وواواواواوا والكلام ده كله اه بس كبه اه وارا بيوضح بعضه اه اه هو في مرحلة اللوم دلوقتي واللي هو شخص قاعد بيحاسب نفسه نيته او انا ما بكراش المستقبل بس يعني بقرأ النية يعني النية ممكن تكون محققة وممكن يسح الصبح يقول لا مش هرجع بس دي نيته نيته تبقوا عارفين كده نيته سليمة ان شاء الله بس هو عايز ياخد قرار حازم وقرار ميفوهش رجع بانه يبدأ تاني زي ما اقول لكم عايز يدي فرصة جديدة وبيلون نفسه اوه على حصل ونزاسته وضيعته من ايدي وشخص كان كويس وكان توقم ليه فانا هدفه للعلاقة دي فرصة تانية وهرجع ان شاء الله يعني اميته انه يرجع برضو الحمد لله الكراءة المرضى دي حلوة الابراج النارية مكادش مرفقة او شوية كده عشان النارية بقى وكده والهوائية برضو شوية لو عزاف بقى العزاف بقى ممكن يبقى سيناريو ثالت خالص وممكن يكون تكملة للقراءة الاولانية او القراءة التقنية فمين الجاي في طريقكو يا برج بالعزاف اه سوري يا عزاف يا برج التور والله بطلت الكلام خالص عشان محلو فرط الورق كتير كده عشان نبقى ايه نختار برضو النص اللي جاي في طريقك ومشاعره ايه ونويلنا علي ان شاء الله ناخد بازن الله شوتلكون اخر اللي جاي بطريقك حد اه سنجل وحد اه يعني اه سنجل ممكن يكون كان في علاقة قبل كده لان مشاعره هو قلب مقصور اصلا لانه ما جاي لك هو سنجل يبقى معنا كده هو حد جديد اه واخرج من علاقة ممكن لان قلبه مقصور وموجوع جدا 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 وعايز يتجاوز بقى ده شخص عايز يستكر وعايز يخرج من الجنتلة دي وعايز يستكر ممكن يكون حد قديم برضو نشوف اه اه برج التور اه ممكن يكون حد قديم وانتو سبت بعض وهو منتظر اللحزة اللي يرجع فيها تاني مرة تانية اه ممكن يكون حد قديم فعلا والعلاقة ما بينك انتهيت بطريقة مش لطيفة خالص اه هو اللي خدعت او انت اللي خدعته حاجة من اللي تانية الاخر كده يعني قطعته ببعض وكان منتظر لما تهدى شوية والامور تهدى عشان يرجع تاني ولما الامور هديت فعلا وهو قد يقف على رجله تاني وايجي لك او ممكن بقى سنعمل تانية خالص ده شخص تاني ايضا متعرفوش اصلا انت لو عايزك وايجي لك سينجل اهو وهو خارج من علاقة واشا قوي 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 خارج منها مهزوم العلاقة اللي هو خارج منها دي وانتظر فترة طويلة جدا في العلاقة اللي هو فاتت العلاقة اللي هي سايبها دي انتظر فيها فترة طويلة جدا وللاسف خسر منها كتير خرج منها مهزوم وقدم في العلاقة اللي فاتت دي حاجات كتير جدا وما خدش منها غير حاجة واحدة بس فكان سينجل استجمع بقى كل قوته عشان قلبه مكسور جدا ولكن هو عايز يدي لنفسه فرصة تانية وعايز يبدأ علاقة جديدة وبالفعل اخترك انت بقى برجو التور الف مبروك عشان يبدأ معاك البداية الجديدة الحلوة دي واتجيبه عالصوبات بإذن الله كراءة حلوة جدا 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 لمرجو التور انا احب برجو التور وابصوا احادي العرض واستشفاء اعتقد ان هو شخص فعلا انه كان تعبان او حذوة وخاف من العلاقة اللي فاتت دي برجو التور برجو التور مرسي جدا وشكرا للمتابعتك ويارب تكون القراءة عجبتك